السلام عليكم تشير آخر القراءات بتأثر مملكة اعتبارا من يوم الخميس بحالة ماطرة وسمية تجرب الأمطار لمناطق واسعة من المملكة ومصحوبة بحدوث العواصف الرادية أحيانا ونشاط في الرياح الهابطة المثيرة للموجات الغبارية بشكل محلي ومؤقت هذا ويتوقع أن تبدأ شرارة الاضطرابات الجوية الدريقية النهار يوم الخميس حيث تندفع لأجواء المملكة كتلة هوائية من أقل حرارة من الشمال والشمال الغربي بالتزامن مع هبوب تيارات هوائية دافئة ورطبة من الجنوب والسجابة فعالة وواضحة من خفض البحر الأحمر حيث تتكاث في السحب نهار يوم الخميس وتشمل تدريقيا أجزاء من شمال المنطقة الشرقية ورفعاء ومناطقها الول القصيم والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الشرقية منها بالإضافة لأجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية ويتوقع أن تكون هذه الأمطار غزيرة في نطاقات من جغرافية ضيقة ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية والنشاط في الرياح لهابثة المثيرة للغبار والأتربة ويتوقع بإذن الله أن تشتد الإضطرابات الجوية عطلة نهاية الأسبوع على المملكة ليتزاد رقعة تأثيرها وتغزر الهطولات المطرية لتشمل أجزاء عدة من الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية وحائل والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة ولا يستبعد أن تشمل بعض المناطق الساحلية من هتين المنطقتين في حين تكون الاضطرابات الجوية أقل شمولية وحدة في مناطق الجوف وتبوك وشمال منطقة الرياض إداريا وجازان وعسير والباحة وتكون هذه الزخات المطرية غزيرة أحيانا وقد تؤدي لقريان السيول بالإضافة أن الحالة تترافق بالسحب ركامية سميكة مما يؤدي إلى هبوب ما يسمى بالرياح الهابطة والتي تثير موقعات ضبارية كثيفة أحيانا بشكل مؤقت كما تترافق بالبرق والصواعق وبناء على ما سبق فأن هناك علدا من التوصيات الهامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار بشأن الأحوال القوية خلال تأثير الحالة ضرورة لانتباه من مخاطر شكل السيول المفاجئة في الأودية والشعب والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المياه المحتدة تثبيت المقتنيات الخارجية بسبب خطورة الرياح الهابطة القوية والتي تأتي بشكل مؤقت الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة احتمال الغبار المرافقة للسحب الرعدية عدم استخدام الإجهزة الإلكترونية في الخارج عنده وجود السحب الركامية والاحتماد داخل مباني عنده حدوث سواق هذا والله أعلم